المتابعة ينضم إلينا من بيروت المحلل العسكري والاستراتيجي العميد ناجي ملاعب سيادة العميد تقييمك لمعركة درعة من حيث الوقت الزمني لتقدم قوات الجيش السوري ومن حيث عدد القرى التي دخلت ضمن اتفاقيات وقف اطلاق النار 90 قرية وبلدة في درعة نعم يبدو أن القوات الروسية بالاتفاق مع الامريكيين والضوء الأخضر الذي أعطي لها لدعم تقدم القوات السورية الرسمية هذا أثر وكان له الأثر في كما توقعنا منذ حوالي أسبوعين أن لا تستمر العمليات أكثر من أسبوعين فالمعارضة عندما تسلحت هي قضت على نفسها بالتسلح عمليا لا يوجد دعم للمعارضة بتسليحها لذلك كان منتظرا التسويات التي حصلت ولكن الضمانة الروسية بانتشار الشرطة العسكرية الروسية قبل وصول القوى السورية النظامية كان نوع من ضمانة للمسلحين بحيث من لا يريد البقاء في المكان يجهز نفسه للمغادرة ومن يريد المصالحة مع النظام فالعسكر السوري المنشق سوف يسرح والباقون سوف يتعامل معهم بشكل جيد ومن تبقى يريد الخروج إلى إدلب فهذا من فتح له الطريق عمليا بالأمس حصل خرق لهذا الاتفاق فلم يسمح لهؤلاء بالخروج وبالتالي استعجل الجيش السوري بالدخول ما عجل بإعادة الاشتباكات فاستعمل الطيران من جديد الطيران الروسي والسوري وبالتالي تم حصر ما تبقى من المعارضة هناك من يرى أن من يدخل ضمن هذه الاتفاقات اليوم في درعا هي عبارة عن فصائل صغيرة ليست قوة كبيرة في المعارضة هي من توقع هذه الاتفاقيات وبالتالي هناك شروخ كبيرة باتت ضمن صفوف المعارضة في درعا المعارضة العسكرية انتهى أمرها بعدم إمكانية تسليحها لا من الأردن ولا بموافقة أمريكية وعربية الضوء الأخضر الذي يعطيها لروسيا هو التصرف الصحيح لإنهاء الوضع العسكري المعارضات الباقية تم تشكيل وفود من أهالي وقبائل المنطقة هي التي فاوض في بصر الحرير عمليا الوفد الذي حضر من شرقي محافظة درعا استبدل في بعد يومين لأنه رفض الشروط وبالتالي قبل وأذعنا لهذه الشروط التي أنهت هذا الصراع المسلح الأردن مرتاح للوضع يبدو أن ما سوف نشهده مستقبلا هو مصير محافظة القنيترا والحدود ما بين سوريا وإسرائيل وهذا ما سيذهب نتنياهو إلى روسيا قبل قمة هلسينكي لبحثه مع الروس وبالتالي هناك مرحلة جديدة يتسلم فيها الجيش السوري المعابر سواء عبر الأردن سواء عودة قوات الإندوف إلى المنطقة الفاصلة ما بين إسرائيل وسوريا وسواء ما شاهدناه على الحدود اللبنانية بسيطرة الجيش الروسي وتسليمه للجيش السوري المعابر في مناطق الحدودية ما بين لبنان وسوريا وبالتالي لا يبقى في هذا الموضوع سوى ما سوف يحل بهلسينكي موضوع إدلب وموضوع التواجد التركي وموضوع الأكراد شكرا جزيلا لك المحلل العسكري والستراتيجي العميد ناجي ملعب